تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد من سلطان القاسم نائب حاكم الشارق قبل عصر اليوم السبت المساكن المتأثرة من الحالة الجوية التي شهدتها الدولة الثلاثاء الماضي في ضاحية السيوحة وطلع سموه على الطرق المختلفة التي تم اتخاذها لسحب وتصريف مياه الأمطار المتجمعة في ضاحية السيوح مشاهدا سموه عمل الآليات التي تقوم بحفر أحواض مؤقتة تستخدم لسحب وتخزين مياه الأمطار والتي تستوعب حوالي 615 ألف جالون للحوض الواحد وتجول سموه في الأحياء المتأثرة مستمعا إلى خطط فرق الطوارئ والأزمات حول عملية سحب المياه وتأمين المنطقة وأبرز الحلول التي تم وضعها من قبل الجهة المختصة للتقليل من آثار الحالة الجوية متعرفا سموه على الآلية التي تم تطبيقها لإيواء سكان المنطقة من المتأثرين بمياه الأمطار والبالغ عددهم 334 فردا حيث تم توفير غرف فندقية لهم لحين الانتهاء من سحب المياه المتجمعة حول مساكنهم وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قد قام مساء أمس الجمعة بزيارة تفقدية لمدينة كلباء والمناطق المتضررة والتي تعتبر ثاني أكثر مناطق الدولة من حيث غزارت الأمطار وتابع سموه الجهود التي تبذلها بختلف الجهات الحكومية في مدينة كلباء من أجل عودة الحياة لطبيعتها وفتح الطرق الرئيسة والأحياء السكنية في مختلف نواحي المدينة وثمن سمونا بحاكم الشارقة جهود العاملين في الجهات المحلية والاتحادية والفرق التطوعية وأفراد المجتمع